السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدة نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان أريستو أونسيس في موناكو وصل أونسيس إلى إمارة موناكو في البحر الأبيض المتوسط في عام 1953 ميلاديا وبدأ بشراء أسهم من شركة سوسيتي ديبان دومير في مونت كارلو عن طريق استخدام الشركات الوهمية في الملاذ الضريبي لبنما وسيطر أيضا على المنظمة في صيف هذا العام وبعد ذلك نقل أونسيس مقراته إلى النادي الرياضي القديم في حي دوستاند في موناكو بعد وقت قصير من السيطرة على شركة سوسيتي ديبان دومير التي كانت شركة كبيرة مالكة للممتلكات في موناكو وشملت أصولها كازينو مونتي كارلو موناكو ونادي موناكو لليخوت وفندق باريس وثلث مساحة البلاد في البداية كان هناك ترحيب من الأمير رينيه الثالث حاكم موناكو لسيطرة أريستو أونسيس على شركة سوسيتي ديبان دومير كاستثمار في البلاد ولكن بعد ذلك تدهورت العلاقة بين أونسيس والأمير رينيه بحلول عام 1962 في عقاب مقاطعة موناكو من قبل الرئيس الفرنسي شارل دي غولد وكان لدى أونسيس ورينيه رؤية متباينة لموناكو كان أونسيس يرغب أن تبقى موناكو ملاذا للزبائن عالية المستوى ولكن كانت رغبة رينيه تتمثل في بناء الفنادق واشتذاب عدد أكبر من السياح أصبحت موناكو أقل جاذبية كملاذ ضريبي في أعقاب الإجراءات الفرنسية وحث رينيه أونسيس على الاستثمار في بناء الفنادق وكان أونسيس مرتارددا في الاستثمار في الفنادق بدون ضمان من رينيه بأن لا يسمح بجهات منافسة لتطوير الفنادق لكنه وعد ببناء فندقين ومبنى سكني وبسبب عدم رغبة رينيه في إعطاء أونسيس الضمان الذي يريده قام رينيه باستخدام حق النقد الخاص به لإلغاء مشروع الفنادق بالكامل واتهم شركة سوستي دي باندوموير بأن رؤيتها فاسدة علنا على شاشات التلفزيون وبالتالي قام بتوجيه النقد إلى أونسيس بشكل غير مباشر ظل رينيه وأونسيس على خلاف حول اتجاه الشركة لعدة سنوات وفي يونيو من عام 1966 قام رينيه بالموافقة على خطة لإنشاء 600 ألف سهما جديدا في شركة سوستي دي باندوموير ملكا للدولة بصفة دائمة هو أيضا ما خفض نصيب أونسيس من 52% إلى أقل من الثلث وجراء ذلك قام أونسيس بالطعن في إنشاء هذه الأسهم في المحكمة العليا لموناكو حيث ادعى أن هذا غير دستوري ولكن المحكمة حكمت ضده في مارس من عام 1967 بعد صدور الحكم قام أونسيس ببيع أسهمه في شركة سوستي دي باندوموير لدولة موناكو مقابل 9.5 مليون دولار 271 مليون دولار اعتبارا من عام 2015 غادر البلاد أرستو أونسيس ووفقا للفرانك باردي كان تعليق أونسيس على هذه القضية لقد تم خداعنا هكذا انتهت حلقة اليوم التي كانت تتحدث عن أرستو أونسيس في موناكو ترجمة نانسي قنقر